هناك من يتساءل لماذا تصرون على تشكيل حكومة كفاءات في ظل أن هناك مطالبات كثيرة من المعسكر الآخر بتشكيل حكومة تضع المحاصصة الطائفية شرطا أساسيا ألا يعقد هذا أو يعرقل مساعد تشكيل الحكومة المحاصصة الطائفية للأسف هي جزء من الدستور فالمحاصصة الطائفية هي بالتأكيد مضمونة على المستوى الطائفي في أي حكومة بناء على اتفاق الطائف أما المحاصصة السياسية فهي أشكال كبير لأن عمليا كانت هناك حكومات محاصصة السياسية وكانت هناك حكومة فيها موالات وفيها معارضة وكلها فشلت في أولا إنجاز أي شيء والتدهور مستمر فكان الخيار هو حقيقة أولا أن تحظى هذه الحكومة ببعض الثقة من اللبنانيين ولكن بالوقت ذاته نحن هذه الحكومة نشكلها أمام المجتمع الدولي بكل موضوعية وأنا لا أريد أن أكابر بهذا الموضوع هذه الحكومة هي الإقناع المجتمع الدولي بأن هناك إمكانية للإصلاح وبأن لبنان يمكن أن يحيا وأن هذا البلد يحتاج لمد يد المساعدة لأن شعبه هو على الأقل الحكومة التي تمثله الآن عمليا حكومة المستقلين تريد إنجاح أي مبادرة أولا لوقف الانهيار المالي من خلال مساعدات ملحة لوقف الانهيار بهذا الخصوص وأيضا لإنشاء مشاريع واستثمارات متوسطة وطويلة الأمد لإعادة تعويم الاقتصاد من جهة ثانية لذلك القضية هي ليست فقط ما يرغبه السياسيون اللبنانيون الذين فشلوا نحن فشلنا مثل الآخرين بإنجاز أي شيء على مدى السنوات الماضية لوقف الانهيار الآن هناك خيار واحد يقبله ويريده المجتمع الدولي وهو أن يرى حكومة قادرة على الإصلاح من خلال عدم انتمائها وعدم خضوعها للقرار السياسي لأي من الأحزاب السياسية طيب دكتور في حال تم تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة سيكون على عاطقها إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وبالتالي اتخاذ قرارات قد تكون مؤلمة للشعب اللبناني هل حكومة سعد الحريري قادرة اليوم أو ألا تخشى من أن يكون هناك أن تفقد شعبيتها ربما وتيار المستقبل حالة شكلت هذه الحكومة وتخذت إجراءات مثل رفع الدعم نعم نحن نقشنا هذا الموضوع على المستوى قيادة الطيار المستقبل وسعد الحريري يعلم تبعات هذه القضية فإن إجراء أي إصلاحات في البداية ستكون بالتأكيد صعبة ولكن بالمقابل هناك حاجة إلى ترشيد المساعدات التي تصل إلى اللبنانيين فلا يعقل أن يكون من هو مثلي مثلا يحصل على نفس المساعدات التي يحصل عليها الفقراء في لبنان من خلال الدعم الأعمى على مختلف المواد التي نصرفها لذلك هناك حاجة لإعادة ترشيد المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا وهي الآن للأسف تعد على الأقل بين 30 و40% من الشعب اللبناني وفي مناطق تصل إلى 70% مثل المدينة التي أسكن بها ترابلوس وبالوقت ذاته علينا الذهاب إلى إصلاحات في البنية الاقتصادية في البنية الإدارية للبلد حتى تعود على جلة الإنتاج مفيدة ومنتجة بدل الاقتصاد الريعي الذي أكل الأخضر واليابس على مدى سنوات يعلم سعد الحريري بخطورة هذا الموضوع ويعلم بأنه سيطلق الصدمة كرئيس للحكومة من قبل النجاح أو الفشل ولكن بالنهاية هناك خيار إما أن يسقط لبنان بالكامل وأن تعمل فوضى في كل الأماكن بسبب فقدان الأمل وفقدان الاحتمالات الإيجابية أو أن نخذ هذا الخيار الذي قد يأتي واحتمالات كبيرة بأن يأتي بالخير على المدى الطويل للمبنانيين ترجمة نانسي قنقر